فضل يا حسين آخر الله يساعدكم الله مامين فضل يوجد عندي سؤال لابد أن أثأله منك نحن اللي عندنا سؤال يا أخ العرب من هي زوجة الحسن والحسين من هي زوجة الحسن التي التي مات عنها أنا عندي سؤال يا أخي يعني ما ينفع نسألك يعني ما ينفع نسألك أنا عندي سؤال لأنا عندي سؤال وجاء يعني أريد أن تجاوب عليه وتزاكر الله خير يلا طيب فضل أمير المؤمنين علي عليه السلام طلع من المدينة إلى المدائن وجفى سلمان المحمدي صح له لا يلا كمل بس عايز توصل له يلا أمير المؤمنين طلع من المدينة إلى المدائن وجفى السلمان المحمدي وعثمان الخليفة الثالي في المدينة ثلاثة أيام مات ببتا وعليello من أبي طالبو ما رح دفنائ هات المامم اللقنة هل هذه المعمة من المكان الذي جملك؟ لا اللي هو محمر أسأل لا من قالك أنه ما دفنهش؟ يعني من قالك أنه ما حضرشش الدفنة مثلا بتاعته؟ من قالك؟ طينة مجالة سليحاتي من قالك سؤالي بسيطة جدا من قالك الكلام ده؟ من قالك أنه ما دفنه سبص الدفنة وصل عليه مثلا؟ من قالك؟ هناك ضوايات موجودة اتفضل يا الله أقرأ اتفضل لكن لكن النصوص الآن ما هنعدي خلاص لما تبقى تجيبها بقى تعالى يا بني لما تجيبها بتعالى ما حد يتخلي في موضوع يقولي النصوص مش عندي حضر نصوصك وحضر كل حاجة عندك وتعالى الله المستعنى بص يا خلق في حتة بيلعب عليها الشيعة حب تفاهمها للناس ايه هي الآن انا لو قلتلك ان علي ابن ابي طالب لا يوصلي الجمعة الديني دليل يا وليد ياسمعيل ان علي ابن ابي طالب كان يوصلي الجمعة طبعا انت تتخض طبعا اجيب له دليل منين ده اجيب له دليل منين ان علي ابن ابي طالب كان يوصلي يا وليد ياسمعيل الديني دليل ان عمر ابن الخطاب كان يوصلي يا جماعة التفكير غلط هقول لك ليه بداية الأصل في المسلم الأصل في المسلم أنه يصلي الأصل في المسلم أنه يصلي الجمعة الأصل في المسلم أنه يشهج الجنازات تمام والأصل في المسلم أنه هو إيه يروح في الدفنة ده الأصل وحد يجي يقول لك عليه ابن أبي طالب لم يحضر دفنة عثمان بن عفان تقول له شلون يعني يقول لك الديني دليل الديني دليل لا هو اللي مطالب أن يأتي بدليل على خلاف الأصل يعني علي بن أبي طالب ما بيصليش الجمعة واحد جاء الله علي بن أبي طالب ما بيصليش الجمعة تمام هل أنا أدي له دليل أنه بيصلي الجمعة لا هو اللي يجيب دليل أن علي بن أبي طالب كان يتخلف عن الجمعة والجماعات يبقى الاصل هو الحكم من يأتي بخلاف الاصر هو الذي عليه الدليل مش احنا اللي عنين الدليل تمام واضحت يا اخوانا من يأتي بخلاف الاصل هو اللي عليه الدليل واحد يجي يقولك وليد اسمعيل ما بيصليش ليه وليد اسمعيل ما بيصليش السنة كل صلب لقيه مش عارف الحتة الفلانية والحتة الفلانية والحتة الفلانية والحتة الفلانية كده ماشي لكن واحد يجي يقولك وليد اسماعيل ما بيصليش تقوله ازاي يعني يقولك الدين الدليل انه بيصلي لا هو اللي المفروض يأتي بالدليل على خلاف الاصل لان الاصل في الانسان المسلم الصلاة الاصل حضور الجمعة والجماعات الاصل شهادة الجنازة ده الاصل لو واحد بقى يجي يسألنا بقى اصل عليه ابن ابي طالب لما يشجرازة عمر مثلا لا نقول له اتفضل انت الدين مش انا اللي اديك انه حضر انت لديك انه لم يحضر فالله المستعد خلي بالكم منها دي يا اخوانا عشان بيستعملوه لحظة بس عشان انا افتكرت حاجة يا اخوانا هو بيقول ان عمار كان في المدائن وبالفعل عمار كان في المدائن شتبه فهمين عمار رضي الله عنه ارضاه كان في المدائن وكان حاكم المدائن في العراق حاكم المدائن في العراق طب مين اللي ولا عمار مين اللي ولا عمار مين اللي ولا عمار يا وليدي يا سمعيل مين اللي ولا عمار عمر بن خطاب رضي الله عنه أرضاه هو اللي ولا عمار على المدائن الله شلون يا جماعة مش المفروض ان عمر بن خطاب مش هتكلم عن سلمان مش المفروض ان عمار وسلمان موالين موالين لعلي بن نبي طالب يعني معناه انهم مش موالين لعمر بن خطاب فشلون زكاء عمر بن خطاب يخونه ويولي عمار ويولي كمان سلمان شلون يعني في واحد بيولي عدولي في واحد بيولي ناس ليسوا بموالين له ده ليس من الزكاء ليس من الزكاء انا لما باجي اولي واحد ببقى عارف ان هو ايه ان هو موالي ليه عشان كده بوليه عشان كده بديله الامانة ديت بيحفظ ظهري صح اللي بن صح فلما سيدنا عمر بن خطاب يولي سلمان ويولي عمار يبقى لا المسألة فيها انه فيها علامة استفهام كبيرة شلون طال الله المستعان نرجع لعمار وسلمان عبالة لما يدوروا على زوجتي الحسن والحسين عمار وسلمان اللي اتنين ولاهم عمر شلون يا عمر فين زكائك يا عمر تولي ناس مش تابعك تولي ناس عطوا البيع على علي بن ابي طالب ورفضوا بيعتك مثلا الله المستعان طب فيه اكبر من كده يا اخوان عبالة بس ما يدوروا على زوجة الحسن والحسين هم دايما يكلمون يا وليدي اسماعيل على باعة ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضمن عليه صح طب يا وليدي اسماعيل ما بيكلموناش ليه عن باعة علي بن ابي طالب يا ابي بكر وعثمان ان كانت باعت ابو بكر ابو بكر اضطهاد طب اش ليهم فين الادلة على ان باعت علي بن ابي طالب وبيعت عثمان اضطهاد برضو يعني في الاولى قالك ده جر كالجمل المخشوش طب باعت عمر وباعت عثمان يعني علي بن ابي طالب بايع عمر ومين بعده عثمان برضو كان جر زي الخروق يا أسف زي الجمل المخشوش كما يدعي الشيعة ها حلوها إن استطعتم طب في الأولى مرة الفحش للمخشوش في المرة الأولى الجامل المخشوش وجروه وكان عقاد جميل طب باعة عمر طب باعة عثمان من ضربوا على أديه وقال له تعالى بايع عايزين نعرف الله المستعن رب نهديه وصلح لهم حلوم